على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان نظمت بعثة المملكة العربية السعودية في جونيف ندوة دولية حول تفعيل الحق في التنمية من خلال المساعدة الإنمائية التي تركز على الإنسان بالتضامن مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذلك لتفعيل بند التنمية من خلال مساعدة الدول النامية نظمت بعثة المملكة العربية السعودية في جونيف حلقة نقاش حول موضوع مهم يتصل بكافة أوجه حقوق الإنسان ألا وهو الحق في التنمية ودور المشاريع التنموية في إعمال هذا الحق في إطار الحق في التنمية بمجمله وذلك له ارتباط وثيق في كافة أوجه حقوق الإنسان وكان التنظيم هذه الفعالية طبعا بتنظيم ومشاركة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان مثلها المقرر الخاص للحق في التنمية وكذلك مدير إدارة الحق في التنمية في إطار المفوضية والصندوق السعودي للتنمية تطرق فيها لعدد من المشاريع التي نفذت في كافة بقاع الأرض بهدف واحد يأتي لإعمال الحق في التنمية وهذا الجهد الذي يتم تركيز عليه في إطار هذه الفعاليات هو يأتي لعكس الإرادة السياسية للقيادة الكريمة للبلد ولقد دارت في الندوة التي شارك فيها حضور كبير من مندبي البعثات الدبلوماسية وخبراء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني حلقة نقاش حول دور التنمية في تعزيز قضايا حقوق الإنسان وكيفية تسريع عجلة العمل التنموي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 أن الصندوق السعودي للتنمية هو الذراع التنموي للمملكة العربية السعودية والذي بدأ نشاطه منذ ما يتجاوز 48 عاما قام الصندوق بتقديم ما يتجاوز 700 قارض لتمويل 730 مشروع حول العالم حيث غطت نشاطات الصندوق 84 دولة كان الهدف منها هو مساعدة الدول النامية مشاريع قدمتها المملكة عن طريق الجهاز البعني بالتنمية فيها بتمويل التنمية وقدم عرضا متميزا للسياسات المتبعة وطريقة العمل والنتائج المرقوة من هذه المشروعات وعتبر الخبراء والمراقبون تنظيم المملكة لهذه الندوة يعكس مدى اهتمام القيادة الكريمة في المملكة في تفعيل الحق في التنمية ليس فقط على المستوى المحلي بل امتدادا للمستوى الاقليمي والدولي وتؤكد هذه الفعالية على أن حضور المملكة النشط داخل منظمات الأمم المتحدة لم يأتي من منطلقات سياسية فقط وإنما انطلاقا من المبادئ الإنسانية والتنموية والإغاثية لقيادة المملكة وشعبها طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف شكرا